يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم عن الخير والشادة احكيوا على عيلة لمتها المحبة والخير وباليال 2018 وارحة الكبير والسغير يا سادة ويا مادة العيلة أحلى والكمة عيلة وغيبها أخير يا سادة يا مادة كل يوم يتلبوا أولادها كليمة مننا وكليمة من غادي وشوفوا معاكم أزايح من غادي قصرونكم العشوية ويسيكم في العب الثنية نعود من جديد مستمعين الكرام ونحكيوا على المكالمة الهاتفية اللي كنت نسمع فيها مصطفى شوفتكم مركزين مليح مليح ما قولك فاللي كان يقول فيه سفات حيل عمدوني لأول مرة فما حقائق لأول مرة تقال في الأعلام التونسي والله أنا شخصيا لا أعرفوش سيدة هداي أول مرة كما للمستمعين الكل اتفاجأت بهذا الطيب أول حاجة نتمنى له السلامة وهو إلا مواطن التونسي إن شاء الله يعني تطفر له كل الظروف اللي بشار جاعتون سخط أحنا التعرق في يعني 2018 الديموقراطية موجودة الشعب التونسي كلي كمتظاما الشعب الكلي كسلمي ولكن اللي عنده الحقائق وخاصة أن هو يعني كان طرف في الأحداث على حد قوله سيد يقول لك اللي هو مهدد خاطر هو يعني حاجة طبيعية حسب برايو هو مهدد خاطر كان طرف الحقائق كما كان يحكي سيفات حي يعني 5 نوفم 87 كانت يعني لحظة تاريخية لحظة فاصلة في تاريخ تونسي صحيح يعني كنا في اللحظات هذيك احنا كن صغرين ما كناش احنا نعفو باش حقائق يعني كان الشعب التونسي مغيب في لحظة حرجة ما بين يعني ما بين الزعيم حبيب بورغيبة وشيخو خمتاعه تهاوي الاقتصاد تهاوي يعني كل الفضاءات الديمقراطية في تونس وفشأة نسب عبيانة 7 نوفمبر كما فشأة نشوفنا يعني انقلاب على بلنا عليه كما فشأة نحضاش يعني 2011 كما فشأة نطلع لنا نسبة حكومات كما فشأة نشوفه احنا في الإرهاب يعني قاعد يصير يعني فما عنصر المباخدة والمفاشئة اللي هو موجود في تونس نحب نرجع لهنا التاريخي يعني التاريخ التونسي كله انقلابات انقلابات يعني فما شكون الرابح شكون الخاصر تونس اللي هي ضمنت الاستقرار السياسي ام لا هذا يسؤال يعني جوب عليه الأكثر المختصين ولكن اذا نرجع للاستفاته العمدوني كلمه يعني هو الحسب براي ومعقول لكن يجب من الحجاج الوثائق باش نطفتوا اللي يعني الوقاع هيم أبيدهم اللي صاروا يعني الحقيقة اتفاجأت بجملة ومكمل هائل متع الأقوال اللي قالوا من مكمل الحقائق على حسب قوله هو يعني أشياء خطيرة جدا وعادي السيد هداية يجب أن يكون في حماية أمنية هو على حسب ظنه وعايش يعني لاجئ سياسي في فرنسا السلطات لا نعلم كيف يستحاب مع الملف هذا يستخدم بعين اعتبار لها وهو قدم قضايا ضد العناصر اللي يحكي عليها يعني هذا هو يعني هذا هو يعني هذا هو من حقه يطالب بحماية أمنية سيدي هدا سيناو بشي قولك نرجع لتونس وخاصة أنه يعرف وصلته التهديدات والأمورة لا يوجد لعب خاصة أن القيادين الأمنيين الذين كانوا شاهدين على أحداث كما كان يحكي فيهم صفات حتوا معناها التهديدات تعتبر شبه رسمية وتهديدات هذه معروفة من طرف الناس الذين كان شاهد عليهم من طرف الناس الذي كان يحكي عليهم سيختان ما ليس يأتي معناها لا نصور إذا كان الدولة معناها فعلياً ترفم الدولة بشي هدد مثلاً فتح العمدوني أو غيره من القيادات الأمنية أكيد المتضرر هو بشي هدد يعني سؤال يحب أن نسألون لا تحتاج إلى الفرصة لكن وقتها خرجه فرصة وقتها يتطلب اللجوء السياسي السؤال الثاني السؤال الثاني يعني الأحداث سارت 5 نوفمبر 87 والانقلاب يعني انقلاب سبعة نوفمبر 87 اللي هو يعني انقلاب حسب المؤرخين هو انقلاب أبيض لكن ليس أبيض أنه كان أسوداً على كل تونسيين نشوف فيهم النتائج يعني كل شي صار بالمعكوس ولكن هالواقع تكريمه في اللحظة هذيك كانت يعني تعاملات الدولة نعفوا كيفاش تعاملت الدولة مع الأحزاب المعارضة يعني إخواني وعندها الأثر السياسي الديني والأحزاب المعارضة يعني كيفاش تتطورت الأحداث هذوما كل يكاية ما تنجمش فيه نصف ساعة هذي حلقات أخرى وحقائق هذوما كان سيفتحه اللي عنده الأوراق ونجم يكشفها ونتصور بش الأمور بش تتطور أكثر وهي الحقيقة يعني كينيدي كان في اللحظات الأخيرة في الأعوام الأخيرة اللي احنا عرفنا حقيقة مقتل بتاع كينيدي راهي 25 سنة ولا 30 سنة ليس كافية لكي نعرف كل الحقيقة نعطيك مثال الأخير يعني نخدم بشي هذي الشهيد فرحات حشاد لطبع ما نعرفه الطرف الأساسي وحتى بورجيبة يعني زعيم الأول وزعيم الرحل اللي ترسل العزيزة التهمة فالأزمنا هذيك التهمة اللي هو قتل فرحات حشاد بورجيبة التهمة اللي هو قتل يعني كل المعارضة وكل المعارضة بورجيبة أرسل قتله جميع الاتهامات مصطفى وخلينا معناها كوين يتجبد موضوع بورجيبة الناس تعمل لكلفتنة بين اليوسفيين والبرجيبيين راهوا اليوسفيين والبرجيبيين لكلهم تسيطرة انبثقوا عن الحزب الدستوري الحر ومعناها المشاكل هذي اللي صارت في عائلة واحدة اسمعنا دجا قياديين يوسفيين برقوا بورجيبة من دم سالح بن يوسف مثلا صحيح لك الحقيقة بيد من هذه الحبيت مقولك يعني كينيديا بعد 40-50 سنة لكي عرفنا حقيقة فرحة حشاد عرفنا يعني الحاد الحمرة شكون كان وراها الحقيقة هذه ليس بالبساطة اللي احنا نعتقدو فيها يلزمنا حيز من الزمن ونخليه الخدمة المؤرخين اللي هم بش يعرفون يلزم مؤرخين صحاح بش يخرجون الحقيقة مش هيئات لا دستورية تعيسة عندها اديولوجيا معينة لديها خلفية معينة تخدم بها يلزمنا كيما قلت مؤرخين أهل اختصاص أهل اختصاص ليس ناس جاية تعمل فيه حنين لحقا انا تفاجأت بالحقائق اللي سمعتها في الفترة اللي أتحدث عنها أنا كنت صغيرة لحقا لحقا لا شيء اما بعد كيف كبرت سمعت بشيات حاجات اللي كنت نسمعتهم لكن هو كان نورة تونسي حسب أقواله يعني هالإثبات يجي من بعد وقفل تونس ومنع لها كالثة كبيرة باب بلاي أنا أقول لي من حقا ويرجع التونس يلزم يشوف كيف يتعاون مع السلطات باش يضمنون لهم حماية ويرجع لبلايدو دوتان بلوسكور هو حماية ويرجع لبلادو ويرجع لن يعمل ويرجع وكان يتحدث عن سفاتح العمدوني قال لي ليس طالب لم أطلب تعويضات ويجب أن أخذت تعويضات بالمليارات قال لي لي أن نعيش في بلادي آمن لا يوجد مشكلة لا يوجد تهديد يعني أن يمس عائلتي أو يمسني شخصيا لذلك حتى كيف نسمع الخطاب هذا حتى كيف نسمع الخطاب هذا والطلب هذا فما ناس اللي طالبت تعويضات والتي تقول لي كنت قبل الناظل أنت كنت تناظل صحيحة لا كنت تناظل على إرساء ديمقراطية كنت تناظل على إرساء دولة خلافة يمكن معناها النظال فما أنواع فما ناس كانت تتناظل للذود معناها بالوطن المتاحها والحماية تتراب بالوطن المتاحها وفما ناس كانت تتناظل لإرساء نظام آخر غريبة علينا يرجعنا 14 قرن التالي أو 15 قرن التالي فما فرق في النظال نظال هذا الحقيقي اللي هو النظال في صالح الدولة وفي صالح الوطن وفي صالح الشعب التونسي كيف يجاز عليه الإنسان على حسب كلم سيفتحي العندوني يجاز بالنفي أو يجاز بأي نوع من أنواع العيقاب نخرج بفاصل غنائي كما نعود